مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء اليوم سنشرح خبرا جديدا يتحدث عن مقتل 13 مدنيا أغلبهم أطفال في أفغانستان بسبب غارة جوية أمريكية UN says Air strike kills 13 أفغان سيفليينز Mostly children Mostly يعني معظمهم أغلبهم UN هيئة الأمم المتحدة Air strike Air strike غارة جوية Civilians مدنيون This is the map of Afghanistan And this is where the strike happened The United Nations confirmed Monday That 10 children were among at least 13 civilians killed By a recent American military air strike In northern Afghanistan The United Nations هيئة المتحدة Confirmed أكدت يوم الاثنين Monday بأن عشرة أطفال كانوا من على الأقل من بين 13 مدنيا قتلوا في غارة جوية أمريكية حديثة recent يعني حديثة وقعت حديثا In northern Afghanistan في شمال أفغانستان Northern Northern شمال Military air strike Military air strike غارة جوية للجيش Military يعني الجيش American military الجيش الأمريكي At least على الأقل At least 13 civilians على الأقل 13 مدنيا يمكن أن يكونوا أكثر من ذلك هذا هو المقصود ب At least Among بين The deadly attack occurred early Saturday near the capital city of Valtal Gonduz province where Afghan and US forces were conducting a joint operation against Taliban insurgents الهجوم القاتل The deadly attack وقع مبكرا يوم السبت Occurred early Saturday بجانبي العاصمة مقاطعة Gonduz أو Gonduz المتقلبة Volatile أو Volatile هذه الكلمة تنتق في الإنجليزية البريطانية Volatile وفي الإنجليزية الأمريكية Volatile وتعني متقلب متغير فهذه المنطقة Gonduz province مقاطعة مقاطعة Gonduz تتغير وتتقلب يمكن أن تكون اليوم هادئة وغدا تكون متقلبة وفيها أعمال عنف إلى غير ذلك فهذا الهجوم القاتل The deadly attack وقع في Gonduz province المتقلبة Volatile Where Afghan and the US forces were conducting a joint operation against Taliban insurgents في هذه المنطقة كان القوات الأمريكية والأفغانية تقوم بعملية مشتركة Joint operation Joint operation ضد متمردي طالبان Insurgents متمردون Insurgents Conducting هنا تقوم To conduct an operation هني يقومون بعملية The UN assistance mission in Afghanistan UNAMA lamented the deaths while releasing a preliminary findings of its investigation into the incident It said Work is ongoing to verify other reports of civilian casualties that occurred around the time of the airstrike like هنا في البعثة أو بعثة المساعدة التابعة لـ UN الأمم المتحدة نذبت أو عبرت عن أسفها lamented القتلى the deaths عبرت عن أسفها للقتلى lamented the deaths في حين أشرت نتائج الأولية لتحقيقها في الحادث preliminary findings preliminary findings preliminary findings نتائج أولية of its investigation لتحقيقها investigation في الحادث into the incident incident هنا preliminary التي تعني أولي المقصود بها بأنه ستكون هناك other findings نتائج أخرى سيتم البحث والاستقصاء في هذا الحادث incident فيما بعد فهذه النتائج أولية فقط preliminary it said work is ongoing to verify other reports وقالت البعثة the mission بأن العمل مستمر ongoing لتحقق من تقارير أخرى to verify other reports to verify other reports of civilian casualties للإصابات المدنية أو للخصائر المدنية يعني الجرحة والمقصودين من بين المدنيين civilian ومعنى civilian هو شخص الذي ليس هو جنديا لا يعمل في الجيش هذا هو المقصود به هو مدني casualties يقصد بها القتلى والجرحة سواء كانوا مجرد جرحة أو قتل فهي تسمى casualties وتترجم بالإصابات أو الخصائر that occurred around the time of the air strike التي حدثت في توقيت أو في حوالي توقيت الغارة الجوية around مقصود بها يعني حوالي ليس بالتحديد وقت الغارة لكن بعده بقليل أو قبله بقليل around the time of the air strike شكرا لكم على المشاهدة وسأنشر الدرس أو الجزء الثاني من هذا المقال وسأضعه تحت الفيديو إذا أردت أن تكمل هذا المقال وهذا الدرس يمكنك أن تنقر على الرابط في الأسفل وستذهب مباشرة إلى قناة أخرى هي قناتي نفسها لأنه لدي أكثر من قناة وعمل سبسكرايب لتلك القناة كذلك قم بالمشاركة فيها لأنني أنشر في هذه القناة وأنشر كذلك في تلك القناة الأخرى لكن قبل أن تذهب للجزء الثاني سأقوم بقراءة كلية لهذا الجزء الذي شرحته وسأعطيكم بعض الكلمات التي أريد أن تكتب معانيها أو ترجمتها في التعليقات كانت من its investigation into the incident. It said, work is ongoing to verify other reports of civilian casualties that occurred around the time of the airstrike. بعض الكلمات التي سأعطيها لكم الآن هي deadly, deadly, province, civilians, civilians.